من الواضح أن حكومة الرئيس ميقاتي منزعجة جدا من الموقف الإيراني خاصة عندما جاء وزير الخارجي إلى لبنان ومن ثم تبعه رئيس مجلس الشورى وأعلن أن القرار هو في طهران وليس في بيروت ووزير الخارجي الإيراني أيضا قال أن لديه مندوب مقيم في لبنان يتابع الوضع العسكري والسياسي بشكل يومي وهذا يعني أنه تدخلا سافرا في القضايا اللبنانية وأن القرار للحرب والسلم هو في طهران وليس في بيروت وأن الحكومة اللبنانية إنما مهمتها هو التواصل مع الدول الأوروبية والأمريكية والمؤسسات الدولية للوقوف عند رؤيتها أو عند شروطها وبالتالي إبلاغ الجانب الإيراني ما هو الموقف المطلوب اتخاذه وأيضا عندما قام وزير الخارجي الإيراني وقال أنه مستعد للتفاوض مع فرنسا على مستقبل لبنان وعلى وقف اطلاق النار في لبنان وهذا أيضا شيء غير مقبول تماما على الساحة اللبنانية وحتى عربيا ودوليا لذلك حكومة الرئيس ميقاتي منزعجة جدا من هذا الموقف ومحرج أيضا في نفس الوقت خاصة وأن الرئيس ميقاتي يفاوض على وقف اطلاق النار ولكن قرار الحرب واطلاق النار هو بيت طهران فلذلك وحتى لو أعلن وقف اطلاق النار من جانب واحد فأن الفريق التابع لإيران هو حزب الله لن يلتزم بقرار حكومة لبنان ولن يسلم الجيش اللبناني الشريط الحدودي أو المنطقة الحدودية جنوب الليطاني مع الحدود مع فلسطين المحتلة وسيبقى يطلق النار ولن يلتزم وبالتالي تصبح الدولة اللبنانية منغمسة في حرب لم تتخذ قرارها ولم تقرر موعد اطلاقها أو حتى التوقف عندها في النسبة لموضوع المساعدات لم يتأكد هذا الموضوع أن الرئيس من قاتل رفض المساعدات الإيرانية ولكن الجميع يسأل في لبنان ليس الآن ومنذ سنوات أين المساعدات الإيرانية للشعب اللبناني وخاصة البيئة التي تؤيد إيران وتلتزم بمواقف طهران